تألق المنتخبات الوطنية سيم حسين و سيعبتي رفقه أيضاً إن لم نقول تألق الأندية المغربية ذكور وإنات ولكن لم يكن الألقاب ولكن كان الأندية المغربية كانت سفيرة بقوة وحملت لواء الكرة المغربية في منافسات القرية نتابع تقرير تالي للزميل فيصل زكي حول حاصلة سفراء الكرة المغربية في المنافسات القرية في السنة التي نودعها بعدما كان لقب البطولة الاحترافية محصوراً بين قطبي العاصمة الاقتصادية لأربع سنوات متتالية نجح فريق الجيش الملكي في انتزاع الدرع الغائب عن خزائنه منذ عام 2008 في موسم مثير لم يكشف عن اسم البطل حتى اللحظات الأخيرة من عمر الجولة الختامية تمكن العساكر من حصد اللقب بعد معاناة ومنافسة شرسة من طرف الوداد الذي نافس على حضوظه لغاية آخر ثانية من عمر المسابقة لقب البطولة أعاد الزعيم إلى الواجهة القرية من بوابة دور أبطال إفريقيا قبلها بموسم كان رفاق أحمد حمودان قد خبر الأجوال إفريقية من خلال مسابقة كأس الكاف إذ توقف مشواره منذاك عند محاطة الربوع الغياب عن المنافسات القرية منذ سنوات كان له وقع على مصار بطل المغرب الذي فشل في بلوغ دور المجموعات لأهم مسابقة في القارة الصمراء فشل الجيش الملكي القاري وازاه تألق متواصل لفريق الودادة البيضوية فريق القلعة الحمراء استطاع بلوغ المحط النهائي للعام الثاني توليا كحامل للقب الذي حققه عام 2022 وهو بالمناسبة كان الثالث في تاريخ النادي الرقم كاد أن يرتفع لو لا تضيع فرصة التتويج بلقب الأميرة الصمراء أمام الأنصار ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا أو شكان يعوض بالنسخة الأولى من الدورية الإفريقية المستحدثة من طرف الكاف حيث نجح الفريق الأحمر بقيادة الإطار الوطني عادل رمزي في بلوغ المبارات النهائية غير أنه فشل في حصد اللقب بعد خسارته إيابا أمام سانداونز الجنوب الإفريقية في حصيلة الأندية المغربية للسيدات استمر تواهج الجنس اللطيف في المستطيل الأخضر قاريا ومحليا إذ شهدت سنة 2022 تألقا مستمرا لسيدات الجيش الملكي اللائي أحرزنا لقب الدور المغربي للمرة العاشرة واليا على المستوى المحلي أما قاريا تمكنت رفيقات فاطمة تغناوت من بلوغ المربع الذهبي لدور الأبطال إلا أن الإنجاز الأبرز كان قد وقع باسم فريق سبورتينغ الدار البيضاء الذي نجح في التأهل للدور النهائية في أول مشاركة للفريق بالمسابقة القرية نتائج الأندية المغربية قريا سنة 2023 كانت متباينة بالمقارنة مع ما تم تحقيقه سلفا لكن الرهان كان وما يزال المنافسة إلى آخر رمق لحصد الألقاب موسيقى موسيقى